نفتح علبة ريلمي سي سبعة وخمسين ونشوف محتواتها وانطبعنا الاولى عن الجهاز اللي مبدئيا المعالج كده يعني مش متفاقل بيه بسم الله خليها نفتح كده ونشوف محتويات العلبة اعتقد ان هنا هتلاقي جراب يعني شركة ريلمي وميزة بدأة والله كويس جدا هنا جاي معا دبوس الشرايح وجاي معا جراب سيليكون يعني رائع في الفئة دي منلاقي سامسونج بتستهبل فيها سوري في اللفز يعني وما بتدكش جراب ولا اي حاجة ده الموبايل نفسه وخلينا نشوف ايه باقي محتويات العلبة بالتأكيد جاي معاها شاحن بقدرة تلاتة وتلاتين وقت والله يعني اتس جود شيء كويس جدا معا وصلة اا كابل يو اس بي سي طيب ده كان يعني محتويات العلبة وده الموبايل نفسه خلينا كده نبص بصة على الموبايل نفسه نقول بسم الله واو مبدئين كده بقولك ان الكاميرا جاي بدقة مية وطمينية ميجا بيكسل ومش عارف ايه وفي سوبر فوكت شارج ومع تصميم رايق مصنفر كده وشكله حلو ولكن ملمسه نعم على فكرة وفي انا مش عارف كل مرة بيتلغبط والاجهزة السوداء بحطي لها خلفية سوداء نفسها صح صح شوية مش عارف اعمل ايه والله يا جماعة بانسة فعلا اعتقد ان كده الموبايل بين مصنفر بشكل جميل جدا فعلا وفين عكسات ولمعة مربع الكاميرات جاي بشكل كده برضو لطيف مختلف على غير المعتاد من ريلمي طبعا الاستيكر البايخ اللي بنلاقيه على طول مش فاهم انا الشركات يعني ليه بتبزع على دهر الجهاز وبضع شكل الجهاز وهو بجد شكل الجهاز جميل مع اطار جاي من البلاستيك من تحت منفذ الشحن منفذ 3.5 ميلي ومنفذ السماعة مع منفذ المايك ومن فوق بنلاقي الفتحة دي مش مايك اا ان سي ولكن دي فتحة الستيريو سبيكر اعتقد ده لان المايك اا ان سي ما بيكونش فتحة دي كلها طبعا ده كله هيباني خلينا نقول بسم الله وخلينا نفتح الجهاز نشوف كده طبعا الاولي عنه طبعا كالعادة هنعمل الاعدادات ونرجع تاني بسم هنا جاية في زر الطاقة لان الشاشة للأسف جاية من نوع اي بي اس اي ال سي دي اا متهيل بقى الفئات السعرية دي المفروض الشركات تدينا فيها شاشات سوبر اموليد يعني سامسونج بصراحة اجاوزت النقطة دي شركة عملاقة زي ريلمي او اوبو ما عرفش ليه لحد دلوقتي بيدونا شاشات اي بي اس في الفئات السعرية دي بيبع فيها تنازل واضح جدا ريلمي واي والله مبدايا كده الشاشة الوانها بين اوين هي اي بي اس ال سي دي وده اول انطباع كده خدته عن الشاشة ان هي مش عجباني بالرغم من الشاشة الثالثة جاية تسعين هيرتز تردد عالية ولكن بص ركز كده الوان الشاشة الوان الشاشة مش الافضل لا مش افضل حاجة يعني خصوصا طب خلينا نجرب كده ان احنا مثلا هناخد صورة ونجرب وكالعادة في الفيديوهات دي من نجرب الكاميرا دي اول حاجة طبعا خلينا نجرب الكاميرا اللي بولك جاية بدقة مية وثمانية ميجا بيكسل ولكن خلينا نشوف الاول اعدات الكاميرات الكاميرا جاي فيها طبعا وجاي ده وضع تقريبا وضع الشارع لان فيه هنا كروب او عدسات طبعا ده كل نختبر في المراجعة التفصيلية وضع الفيديو اكيد وفيه 2x و5x وضع الفوتو والتصوير العادي مع البرتري اه هاي ريزليوشن دي ولا ايه مش عارف هنشوف دلوقتي كل حاجة فيه وضع الموفي طب والله كويس ده وضع الافلام انك تدر تتحكم في الشطر سبيد ويتحكم في كل حاجة من خلال الوضع ده فده كويس جدا ان هو موجود يعني معظم الهواتف الفيديو ما بتبقاش فيها الفكرة دي فيها تيلت شيفت عارف تيلت شيفت ده اللي هو بيصور جزء وبيبلور على الجزء اللي فوق واللي تحت كل ده هيتجرب برضو في المراجعة التفصيلية ولكن احنا دلوقتي بنسرد كلام سريع ومراجعات سريعة فيها سلو موشن فيها تايم لابس فيها تيكست سكنر اللي هو الفحص الكلمات يعني مبدأين كده الكاميرا تقريبا يعني متكملة من ناحية الابشنز الكاميرا الاومية دكتها مش وحشة انجربها دلوقتي خلينا الاول ناخد بعض الصور او ناخد الاول صورة واحدة للكاميرا الخلفية ونشوف واو جود ممتاز مبدأين كده الوان الشاشة فيها فيها مشكلة ده اللي انا شايفه اا معالجة الصورة فيها حدة بالزيادة تحس انه hub بيحد صورة جامد او مش عارف فيها حاجة مش طبعية خلينا نجرب بصورة كمان او سوري يا شباب ده علشان على وضع سوري سوري ام بيري سوري معلش خلينا نجرب هو ده الفوطو العادي امم برضو لا برضو نقولتك العشان في برضو في الشارب�� في في شارب كده زيادة باين او قوي ايه السبب انا مش فاهم خلينا نجرب بصورة كمان لا يا جماعة شباب لا 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 فيه شرب زيادة ركز كده معي هو فيه تفاصيل بصراحة فيه تفاصيل حلوة جدا يعني عشان نكون بس متفقين ان فيه تفاصيل ولكن في الشرب لا فيه فيه شرب بزيادة ممكن ده يرجع برضو الالوان الشاشة واو بس بصراحة يا جماعة لا 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 تفاصيل تفاصيل رهيبة برضو مية وتمانية عظم ما فيه شكلام تفاصيل حلوة ولكن للأسف للأسف الشرب فيها عالي قوي برضو برضو مش مرتاح ان الموضوع الشرب بتاعها ده طيب خلينا ناخد صورة كمان مثلا للدرع ده بصوا المعالجة انا بتاخدش وقت ولكن برضو فيه فيه اوفر شوية في الشرب طيب ناخد صورة بالكاميرا الامامية عشان نجرهاها بالمرة وانا بتعمد بقى هنا اخد الصور بالكاميرا الامامية مع الاضاءة اللي في ظهري عشان الديناميك رينج وانت فاهم بالكصة دي لا يا صاحبي لا 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 انت سامسونج هيحط عليك وهيزعلك هيزعلك زعل السنين السامسونج اللي ايه خمستاشر على قد ما اقل منه في السعر ولكن في الديناميك رينج باشا باشا بمعنى الكلمة واسبلك الفيديو في علامة طلعية تروح تشوف فانت هنا بتتكلم في فرق واضح اوي من اولها في الكاميرات وانا شايف فقا ان اللي محتاج مقارنة اخوات يعانى كريبين جدا من بعد توقع ولكن اللي محتاج خنش مقارنة معك السامسونج ايه خمستاشر عشان من الاخر كده سامسونج ايه خمستاشر بصراحة يعلم عليه الكاميرا الأمامية يتبند قرروا بورتريب لا لا يا صاحبي لا لا انت تروح تنام وتتدفع المعالج هنا محتاج ينام وتتدفع بجد لا 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 انا مش راضع عن اداء المعالج لا في معالجة الكاميرا الأمامية والف معالجة الصور اللي خارجة من الكاميرا الخلفية قديك شايف الصور عاملة ازاي ده يرجع للمعالج دايما انا بقول معالجات ميديا تيك عظمة عظمة في الصور طيب علشان الفيديو ما يطولش مننا اكتر من كده انا مش عايز الوقت يطول خلينا الاول نتعرف على الصوت نشوف الصوت عاملة ازاي لان ده برضو حاجة مهمة لا دي شاشة اكيد فيها دارك مود خلينا نفعله هو فيه سرعة في الاستجابة لان برضو الرام 8 جيجي هنا ولكن موضوع الكاميرات دي يعني افلني افلني افلى وحش او من الموبايل ده اه استيريو استيريو سبيكر بس اه يعني صراحة من اول لك كده مش مش متحمس من اداء الموبايل ده وهقول لك ليه لا اكتر من السبب اولا اداء المعالج مع معالجة الصور الكاميرات مش افضل حاجة فيه اوفر في الشر تاني حاجة الشاشة الشاشة اي بي اس ال سي دي ولكن الوانها مش حلوة الوانها يعني بهتة شوية ويمكن ده واضح قوي شباب واضحة جدا الشاشة بهتة شوية مش عارف انا يعني ايه اللي ريلمي بتعمله ده كان بتقدم لنا عظمة الريلمي 11 ال 4G وال 5G كانوا جهزة كويسة المفروض ده بقى ييجي من سلسلة السي ينافس السلسلة دي انما اللي بيحصل ده بصراحة من ريلمي كده مبدئيا هزار ولكن طبعا الكلام كله هيكون في مراجعة التفصيلية ان شاء الله فاتاكد انك بفعل الجرس عشان الفيديو ينزل في اقرب وقت فكا يا كلام لحد هنا ووفر بقى الكلام لمراجعة التفصيلية عشبك ان شاء الله في فيديو جديد صلى الله عليه وسلم